روشيدة أخيرة بقى هطلبها منك لأي حد مود من بتفرج علينا أو أهليهم يعمل وين؟ طيب روشيدة أخيرة أنا مهم جدا أن أنا في القصة دي أنا كنت شايف أن طبعا الأب أو أبو مامت منها كان عندها بعض المشاكل في شخصيتها ما ينفعش أن احنا نتعلق بحد حيئزينا بأي حال من الأحوال ده نوي وده المهم أو ده المفروض أن منها تاخد بالها منه أن خلاص بكفاية قوي الناس اللي أنت كنت متعلقة بيهم وأزوكي فيلا بقى نبدأ بطريقة تانية طبعا حتة أنها تشغل الانفريوريتي كومبليكس اللي عندها تخلي ده موتيفيشن لها نحبط الناس زي ما قلنا تخلي ده موتيفيشن لها أنها تحاول تثبت يمكن تحاول تشتغل في حاجة لها مجال لها علاقة مثلا بمجال التعافي من الإدمان فده ممكن يساعدها في وقت من الأوقات أنها تساعد ناس كتير بما فيهم باباها لو هي عايزة تساعدوا تتأخدها من النقطة دي تبدأ تأخدها من النقطة دي وتبدأ ده نقطة الانطلاق بتاعها في الأول وفي الآخر هي محتاجة طبعا لتأهيل نفسي بصورة كبيرة مشكورك يا دكتور ونوارتني وتسلم لي فرصة سعيدة فرصة سعيدة فرصة سعيدة العفو فرصة سعيدة اشتركوا في القناة